بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الآن شرط lesson 4. الدرس ده بصفة عامة هديكم فكرة عامة عنه هو عبارة عن بيتكلم عن physical change والchemical change. وبيقول بتاعت physical change مع والchemical change والexamples بتاعت. فببساطة كده. يعني تغيير في شكل او لون او الشكل واللون او الحالة بتاعت المادة. يعني طيب ليه يا عم انت? علشان ما حصلش التغيير في الترتيب. يبقى بسلمنا على مين? انا بقول لكم السطرة العامة وبعد كده اشترح التحديد لكل حاجة. طيب والطبع كانت شديد ده عبارة عن ايه? عبارة عن صغير في تركيب المادة. وبيتج بسبب تفاعل الكيميائي بين المادتين والمادة الجديدة اللي بتطلع اللي بتظهر لا يمكن ان انا اعمل لها استرجاع مرة اخرى لحالتها الاصلية. طيب اديني examples زي البريد. البريد لما بيكون من يغبزه في في يعني انا حطيت الشجر مع الزور مع الايل وروحت حطيت اعملت العجينة دي وحطيت معايزة خميرة واستنيت شوية بعد كده حطيتها في الخورة. هل الخبز اللي هيطلع ده ينفع لنا اه ارجع تاني زي ما كان في الاول? لأ طالما ما نفحش بقى كده ده حصل فيه تغير في التركيب. بقى كده كمان لو انا حطيت اليود على الكورن ستريتش. لو انا حطيت الايودين على الكورن ستريتش. يعني ايه اللي بقوله ده ايه انا لو حطيت شوية نشا على اه البيود على النشا. هيدي اني مادة لونها ايه? فاكرين قدرت بلو. فاكرين قدرت بلو? او ايس. او. ايو. ده يعتبر ايه كميكالي تشينج. تمام لو انا عندي بيرنينج بيبر. لو انا او بيرنينج وود. او بيرنينج بريد كول. الحاجات المحروعة دي تعتبر كميكال اتش. يلا بينا نبتز. اكتب تطبر ايه? فيزيكال اتشانج in our life. which of the following doesn't produce a new substance. يعني مش هينتب مادة كديدة. يا ترى cutting some fruits and mix them together? ولا? mixing the vinegar and baking soda. cutting some fruits and mix them together. تمام تمام تمام. هنا في بوينت جولي. physical change is a type of changes that may occur to different materials around us. يعني المواد المختلفة او ايوة المواد المختلفة بالتعولينة. you have learned that. physical change is a change in matter without any change in structure. وده التعريف اللي هو مطلوب منكم. ركزوا فيه وتعرفوه خواص خالص عشان ممكن يجي. يبقى كمان مرة. يعني ايه تذكرت? عبارة عن change in matter without without any change in its structure. تمام كده? تبقى change in matter without any change in its structure. خلاص كده تفاهمت? اه. اه. ايه مستمر. حالو. طيب. عشان خلق عشان بعد كده انا خب التعريف ده واسألكم فيه. physical changes don't form something new. يعني اتغيرات الكيميائية ما بتنتجش حاجة جديدة. طبعا احنا ممكن بدلا نكتب something new. ممكن نحط مكان هاي. new substances. but they can change the size. بيب. state of mother. ويتغير عجل شكل والحالة في ساعة المد. طب دينيكو الامثلة. يلا نشوف الامثلة. examples of changes in our life. عندي هنا physical change. وعندي هنا physical change اللي احنا بعد شوية. هنعرف ان physical change دي ممكن نكتب مكانها chemical a change. يلا احنا نشوف انا عندي لو عندي paper عمت cutting the paper into small pieces. او عندي cutting the roots into small pieces. but in the vegetables into small pieces. طبعا كده فيه تغير كيه في الشكل وفي في الحالة. in size and color in size and shape. يبقى دا اعتبر physical change. طب ايه كمان? في الطبق. لو انا عندي. cutting the fish level don't make them different but they have the same taste. عندي صلطة. الصمطوية الكبيرة والخيارة الكبيرة والخيارة الكبيرة والبصلاية وكلام لأ. ونحن انا قطعته. cutting this fruit. this vegetable. وحطتهم في طبق. هل ده هيغير في الطعم? يعني هل الخيارات لما قطعها طعمها يبقى حاجة تاني? ولا هي هي خيارة? لا. لا هي هي. ترمز زين ديس يبقى معنا كده نده هيعتبري physical change. change. طب والحصل في الصيدي بس. خلاص? كمان? بصوا هنا معايا. كمان. وبالنسبة للاااا يبقى بغير فيه كمان? اه? آآ الشيب. ايه مجد عين الحب عيني. برافو عيني. تعالوا هنا نشوف في نود فيزيكال تشينج. بيرننج. اكليبر. وورمينج ااش. طبع ما عصل في مجده جديدة نوصح بستنسف. يبقى فيه تغاية في الاستراكشل. وبعالى فيها نود فيزيكال تشينج. بعد الفيديا هنقول عليك انا. ايها باسف. برافو عليكم. فطب. ميكينجي برج. زا كيكر. ميكس فلور. لو انا الحباز. الراجل الشيف اللي بيعمل لنا آآ المولتو والقروسون والعيش الفين والكلام لكل. ميكس سنور وواتر وشوجر ويست. بعد ما يعمل لهم عملية الخبز يرون حاطط الحاجة دي في الخط. هل طلعين. يعني طعم العيش. مختلف تماما عن طعم المكونات بتاحتي. يجينا بعض وايا لقول لكم ايه? دي فريجون. باتنجوة بيبر. معا. انا هعلنت بسقطة الاخر على شكري. باتنجوة. كنت سمعني كويس? او يميس. او يكتب مسلا رقم مسلا رقم رقم سيفن او رقم وان كده يعني. لو انتم سمعني اكتبوا للكلمة انا سامق. يميس انا اكتب رقم بس. انا اكتب حس بيع. او يميس. باتنجوة لديك رقم لديك. بوسي سامعاني يا بوسي؟ او يا ميس الحمد لله ملك مصطفى؟ معلوش يا ملك حاول ان تتبع سماعاته انا اعليلك صوت طيب كده كده سامعاني كويس؟ اميس انا مش انا اميس ما انا عارفة يا ملك انت انت اسمك ملك سلامة التانية اسمها يا ملك مصطفى مزبوط كده ولا ايه؟ اسمك ملك ايه طيب؟ ملك سلامة بالنسبة لجيف ريزون بص يا ولاد معلش كوتينج ابيبور طيب لو في اي مشكلة في السوتيا لو في اي مشكلة في السوتيا ملك مصطفى هو في ريكورد وبعد كده ان شاء الله بعد الحصة نحاول نحل مشكلة مع بعض لو في اي مشكلة يعني ان شاء الله مش يكون في اي مشكلة يعني لزمز مصطفى كوتينج مصطفى عمز مصطفى اي مشكلة اي مشكلة هي قلتكم سؤاله لكم هو ليه؟ لما بيكون عندي ورقة وبقطعها الى قطع صغيرة ما نقولش عليها مشكلة ليه؟ سنقول because cutting paper is a change of the shape of paper without any change in structure because cutting paper is a change of the shape of paper without any change in its structure because cutting paper is a change of the shape of paper without any change in it's structure because cutting of paper doesn't change in its structure because cutting paper is a change in the shape and we can't do that dont know you are the next question these questions are not outside you can close your mic please close your mic I have to read you Nourssine we chose the question enter your mic also open your mic ايه بس الصوت كان نقطع فانا مش سمع حضرتك بس دلوقتي سمعت حديث. اوكي. read the answer of this question. اه اني واحد. cutting paper into small pieces is considered as a physical change. ليه احدا بنقول عليها physical change? because cutting paper is a change of the shape of paper. ده نص الاجابة الاول. يعني عشان احنا لما قطعنا الورقة اصبح ايه? شكلها تغير. without any change in its structure. اظن كده لكل الحمد لله عرف الايجابة. يلا يا ملك مصطفى. open your mind. بقري كده الايجابة دي? ممكن تغير تانية اصبح. ما اقولك ايه الايجابة كده يا ملك? because cutting a paper is a change of the shape of paper. without? without any change in its structure. ممتازة خلاص كده تمام. يلا يا نورسين بصي انا اغطل. هنتخبب الايجابة. يلا اقولها انت بقى مغير ما تبص على الحاجة. تقولي. حاضر. ممتازة. يلا يا نورسين. because cutting a paper is a change in? is a change of the shape? ايه? هيقفة. تمام? without? without. without change in its structure. طبعا انت كلكم عارفين كلمة structure عن تركيب. ولا في حد ما مش عارف. اوه. بقى اوه. بقى اوه. زيل فولك كده تمام. يلا اشوف الامثالة انا اريد اقولها مغير ما شوف. لا ما هو في سؤال في سؤال جاية انا خليك تقولي بقى سؤال جاية. بص بعد. نوتس عندي هنا ملحظات. اولا لو حصل melting wax is a physical change. ليه? لان احنا قلنا لازم يكون الفيزيكال ده ثلاث حاجات. color. والشتيب. وال taste. وكمان ال state. يبقى كان حاجة اربع حاجات. color. والشتيب. الشتيب خدنا cutting paper. وخدنا cutting fruit. وال taste cutting fruit وال vegetables. وال state زي melting wax. طبعا انت عارفين ال wax بيبقى solid. لما بيسيح نحصل لوي. بقى قولي لكو. يبقى melting wax is a physical change. كمان. melting ice cube. يعتبر physical ولا كيمة ليه جماعة? me is a physical change. بمعنى الشوكة الحلوة اللي هصد جميل دي خلاص رح نحطيناها في شوية ماء وكمان رح نعصيبناها في الهواء فالأيرون كومبايند ويز اكسجين يعني ري اكت ويز اكسجين فاعل مع الاكسجين بعد ما كانت بتلمع بقى تمتصير يعني اللمعان بتاحها خلاص راح وبقى راستج أيرون راستنج طب شو كده غير في الكلور يا ميس فتبقى كده بزي فزيكال تشينج ده تمام بس بعد ما تغير القدر تمام فيه تغيير في التركيب الايرون راستنج اولا بيخلي الحديد يضعف يعني المصمرة المصدية فانظروا ما هيكون قاوة زي المصمرة الجديدة الشوكة المصدية غير الشوكة اللي بيستة جديدة وبالتالي طعمها اطلاع ما حصل فيه اتشينج في المستفاق الشاري يبقى عنا كده لحفظ كيمياتيها لإيه اتشينج يلا بينا مع بعض لحل الأسئلة دي عشان نطمئن ان انتوا فهمتوا كل واحدة هيحلس فهم لما هقول لك دلوقتي الأسئلة يلا يا نختار مين يلا يا ملك مصطفى ملك محمد نرسل اول واحدة ملك مصطفى اه يا ملك هيا ملك مصطفى هيا سابر فيزيكا ولا كينيكا فيزيكا براف 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 Business يلا يا ملك ملك سلامة ملتنج إيس ملتنج إيس فيزيكال تشينج excellent غير يلا يا نرسين ب Beast �로ز 边 أه لا لا انا قلت لهذه لا لا أنا أمسكه كده أكيد آه الله يلا يا physical change برافو برافو يلا يا بوسي not physical change برافو عليكم يا أولاد يلا نخلي سؤال صحوات محنوش هتحفتها ده بسرعة سرعة مستمعي هنا يلا يا إسر Melting of wax is not a physical change صح والغلب false يا إسر لي يا إسر إنتبه الإجابة الصحة طبعي هنحوش نوت يا إسر ونكتب Melting of wax is a physical change طبعي لو سألتكم بقى يا حباي بقيت لكم كيف ريزن Melting of wax is a physical change إي because we change the shape of wax without any change in its structure طبعي ممكن بعد إذنك نحوش كلمة shape and well state تمام نوعف عليك بجيت الناس فاهمة كاملة تنمجوله ولا إي آه يش آه تمام number two cutting a piece of paper is a chemical change while burning a paper is a physical change مستميلي جاو آه نقول مثلا بوسي يلا بوسي آه true صور لي يا إنتي cutting a piece of paper is a chemical change آه 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 صوري فوز طعي المفرود نقول على إي نحوش كمي كن ونكتب آه physical بو بردنج ببر يا ملك بردنج ببر يا ملك بردنج ببر أكب آه chemical هلو. يلا نخش على اكتيفيت نمبر ناين. بتكلم على كيميكال اكتيفتي. in the previous activity you have learned that there are some changes that happen in two methods which are called physical changes. and there are some other changes which are not physical changes. in this activity we will know that the not physical change is called or called a chemical changes. يعني بمعنى صح النط النط فيزيكال ده طب ايه التعريف بتاع كيميكال دي? يلا يا سيد اقع كده التعريف? it is a change in motor with a change in its structure producing a new motor او اللي هو substance. تمام. بصوا كده معي حبيب. it is a change in motor. يعني تغايف في المادة. with change in its structure. يبقى معنى كده ان في الكيميكال لازم نكتب change in its structure. طب وطالما خير في التركيب هالتو بمادة جديدة يبقى to producing او بنكتب producing a new motor او a new substance. اوكي? يبقى it is a change in motor with a change in its structure producing a new motor. مين يقول it is a change in motor with a change in its structure producing a new motor. substance. it is a change in motor with a change in its structure producing a new motor. substance. it is a change in motor with a change in its structure producing a new motor. substance. it is a change in motor with a change in its structure producing a new motor. substance. ممش. ليه انا بخليكم تجربوا التعريف كذا مره عشان بعد كده لمنحل معاكم الا سالة اكدوكم بتاع ستحل مغير ما نرجح سننسال انسال انسال ان الدرس بحض. يلا كده في بعض الpoints حاوزو نفرح. او نشرح حاوزو نفرح. اول حاجة هنعرفها عن chemical change are not reversed easily. يعني لا يمكن استرجاعها مرة اخرى. كلمة reverse يعني رجوعها مرة اخرى. استرجاعها مرة اخرى. ان انا رجحها زي ما كانت في الاول. يبقى chemical changes are not reversed easily. لا يمكن استرجاعها لحالتها الاصلية. مثال هل البرنج بيبر? هل الورقة لما تحرق اقدر ارجحها لل original paper? لا لا يمكن استرجاع اش. اوكي. يبقى chemical changes are not reversed easily. دي اول point. ثاني point. the new matter اللي هي سبستانس الجديدة اللي which is formed due to the chemical change has some properties. في خصائص. ايه هي خصائص يا ترى? اني this new substance is different physically from the original نال سبستانس. يعني المادة الجديدة هتختلف في طبيعتها وشكلها وطعمها عن المادة الاصلية. بدليل. هل انا لما اكل الخبز اللي طالع من الفرن اللي طعم حلو ده? زي زي دي والمية اللي كانوا معجونين في الاول. طب علا. لأ. يبقى في ايه و ايه و ايه? في الشيب والكالر والتيست. صحة لأ. صحة. يبقى ديفرنت في فيزيكالية. اول حاجة. يبقى ديفرنت فيزيكالي في رومزة اوريجينال ايه? طب تاني حاجة. زي سنيو سبستانس هاس ديفرنت كيميكال بوروباريتي. ليها خصائص كيميائية. زي ديفرنت في رومزة كيميكال بوروبارتوس اوفزة اوريجينال. ازاي مست الكلام ده? بصوا معايا. اولا. الفبز المستوي اللي طالع من الفرد لو استوحل هناك للوقت. الطعم بتاعه. وكمان التركيب بتاعه طبعا حصل فيه. ايفابوريشال للمية عشان عشان يبقى سولد. ماشي. وفي الاول العجلة كفها شوية مية. فكان يعتبر سيمي ريكويد نص ونص يعني. لهو ناشف ولا هو مية. ده يعتبر كيميكال بوروباريتي. الخصائص الكيميائية للمادة اللي بي.